شارك وزير الخارجية وشؤون المقتربين أيمن الصفدي في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية التي ستعقد في تونس وزير الخارجية أيمن الصفدي قال في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر إن لقاءا تشاوريا سبق الاجتماع ناقش آخر تطورات القضية الفلسطينية ومدينة القدس والقرار الأمريكي حول الجولان السوري المحتل هذا وعرب وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيري للقمة عن إدانتهم لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان السوري المحتل مؤكدين على عروبة الجولان ورفضهم لأي إجراءات تمس الوضع التاريخي للقدس كما دعوا إلى التوصل إلى حلول سياسية للصراعات التي تشهدها المنطقة في كل من سوريا واليمن وليبيا وقد شهد الاجتماع مناقشة مسائل التعاون العربي المشترك وسبل التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية المختلفة